السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبا بكم في قناة سهيلة كاناري اذا لماذا لا اشترك يشترك في القناة ويضغط على زر الجرس لكي تلحقكم كم الفيديوهات يلحقكم كم الجديد من عندي اليوم جدكم بهذا الفيديو ونقول لكم ان في الاعادة افادة هنا راح نوري لكم كيفاش راح نعرف ان البيض راهو الفراخ راهي مازل تحية في الداخل البيضة اذا نحكم الماء يكون دافي على درجة الحرارة لازم تكون ما بين 36 درجة حتى 37 درجة هكذا باش يعني لما ندير نحط البيض داخل الماء هدا ما وش راح يوقع لهم انشوك تغميك يعني ما نبدل لهمش درجة الحرارة فجأة يعني قدروا يموتوا بهذه الطريقة هنا شوفوا لاحظوا معي عندي لترمومتر هدا راني ناخد تنقيس في درجة الحرارة شوفوا هنا مليح راهي 36 قريب يعني قريب 37 درجة نقولو 37 درجة نروح نجيب البيض التاعي باش نتفحصوا معاكم كما راكم تشاهدوا هنا عندي البيض اهنا البيض قعد له يومين باش يفقص كما راكم تشاهدوا انا هاد طريقة نديرها وعلاش باش يعني قشرة البيض تكون شوية طرية يعني تطرب الماء هدا ويعني اذا كان القشرة تكون كانت يبسى بالكالسيوم يعني ما يقدرش يخرج الفرخ بهذه الطريقة راح نضمن ان الطير او الفرخ راح يخرج اذا هنا تابعوا معي راح نحط كامل البيضات يعني ماشي بالوحدة راح يبرد لي راح نديرهم كامل هكدا مع بعض ومبعد نشوفو كيفاش راح البيض اسكرة والفراخ راهم حيين وإلا ميتين تابع معي اذا نقرب لكم الصورة هكدا باش تشوفو مليح هكدا راح نتابع وراح نشوف مع بعض الفراخ اذا كانت حية وإلا ميتة لان في بعض الاحيان فيكون في بعض المشاكل الفرخ يموت داخل البيضة ندرت لكم فيديو فهمتكم وعلاش انا هنا راح نتفحص البيض ديالي هكدا قلت لكم باش القشرة البيض تكون يعني تطرى يقدر الفرخ يخرج كما راكم تشاهدو هنا اهنا تابع معي شوف البيضة على اليسار تاعك كيفاش راهي تزغط تحرك ثالث بيضة على اليمين كذلك راهت يعني ران نشوفو سبحان الله البيض الفراخ راهم حيين كما راكم تشاهدو هنا اذا ننزع البيض نتابع بها الطريقة راح نضمن الفراخ يعني القشرة البيض مايش راح تكون قاسية لهم يعني راح يخرجوا لي بكل سهولة هنا تابع معي شوف ملاح نزيت قربت لكم الصورة هكدا باش شوفوا الفرخ كيفاش يزغط راكم تشوفوا فيهم يعني هات تحركات هدي تعني ان الفرخ راهو حي هادو بين ثلاثة راهم هنا الفراخ حيين انا هات الطريقة يعني قلت لكم نديرها يعني يا اما في 12 يوم تاع الحضن واما 13 يوم تاع الحضن هكدا باش نضمن اه الفرخ يعني يخرج لي بكل سهولة راح تلاحظوا هاد العلامة هادي اللي درتها فوق البيض راح تتسألوا وتقولوا وعلاش هنا انا كانت عندي انتة كانت يعني حطت البيض ولما درت المغاج لقيت زوج حبات البيض فيهم وزوج ما فيهمش اما الانتة الاخرى كان عندها البيت التحى يعني ربع حبات كانوا فيهم انا وش درت يعني باش نربح الوقت عنا حيت لها البيت التحى هادو كم ديتهم اللي كان عندها زوج بيضات فقط هكدا باش نربح الوقت قلت لكم ونعاود نحضر الانتة الاخرى هكدا باش اه يعني نتعاود لي اه عاش وحد اخر يعني ولدوني ولدولي في يوم واحد وكي مديت لهم البيض مديتهم لها مديتهم لها كامل في نفس في نفس الوقت وبهذه الطريقة من بعد راح نوري لكم كيف يفقصوا راح يفقصوا لي كامل في نهار واحد بإذن الله اذا هكدا ان شاء الله كيما راكم تشوفوا راح تجربوا هاد الطريقة هدي طريقة هدي مفيدة جدا راح تساعدكم وتساعد كذلك الطيور ديالكم او الفراخ باش يخرجوا كذلك كين طريقة وحد اخرى هي ان نحط يعني حاجز لما بين العش والانتة نطيولها تدوش وبالتالي لما تكون شوية مشمخة يعني بعد ما تنشوف حاجز يعني منحوش حتى نشوفوها نشفت شوية وبالتالي لما راح نشوف انه نشوفوها يعني نشفت شوية راح نعاودو نرجعوها ان نحيولها الحاجز وتعاود تقول لي تحضن وهاديك الرطوبة هديك اللي تكون فيها هي تكون شوية رطوبة فيها هراح تخلي يعني القشرة راح ترطاب بعد ما نحيتهم تابعوني مليح حطيت لهم هكذا آآ بابيا بصوبان وإلا يعني آآ يعني كارط هكذا اللي نقدر نشوف به البيض يعني بلعقل مت متزربوش راحكم او إلا قطن حتى ولي ما عندكش هادل 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 ففي هادل تستعمل قطن ينشفو شوية ونعاودو نرجعوهم هكذا به هادل طريقة نرجعوهم للأنت هكذا باش تعاودوا اللي تحضن وما يكون حتى مشكل من بعد ما شاء الله تعاودو يعني تاخدوا هادل هادل نصائح هادل يعني نمدها لكم تخدموا بها راح تولفو وراح بهاتل طريقة راح يعني تدخلوا في في الاحترافية لما لا إن شاء الله وكذلك راح تخدموا بهاتل طريقة راح قلت لكم تساعدكم وتساعد الفراخ هكذا باش ميموت لكمش داخل البيضاء لأن بعض المبتدئين ما يعرفوش يلقاوا الفراخ ما تتلهم يعني في في الايام الاخيرة تاع تاع الحضن آآ نقولكم ان هادل طريقة هادل يعني لما نبدو كل مغاج من الايام الاولى يعني من الأسبوع الاول راح انتابع الفراخ تاعي هكذا باش نطمن لراحة للانتا تاعي يعني اذا كان ميتين نحيهم ونخلي الانتا يعني ما تتعبش حتى كما درت لكم الفيديو هادل من قبلها درت لكم عليها ما نخلوهاش حتى تتعبوا تكمل يعني لاربعتاشن يوم وإلا خمسطاشن يوم من الحضن هادل طريقة هادل كدلك قلت لكم راح تساعد الفراخ باش ميموت لكم داخل البيضاء اذا بهذا ان شاء الله نتمنى انكم تجربوا هادل طريقة هادي وتخلو لي شعور تحكم يحني تحكولي على شعور تحكم لما شفتوا هادلوك البيضاء هكذا يتحركوا في الماء اه بهكذا ان شاء الله اذا نكون فتكم بالهادل طريقة هادي ليهي اكد لكم مفيدة جدا للفراخ باش تخرج من البيضاء اذا ننقلكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة